يتضمن المخطط الحالي سلسلة بيانات واحدة وهي درجات الاختبار رقم واحد ويمكن إضافة سلسلة إضافية للمخطط بحيث يشمل المخطط بيانات درجة اختبار رقم اثنين أيضا إلى جانب درجات الاختبار رقم واحد على سبيل المثال لإضافة سلسلة إضافية للمخطط يتم النقر فوق المخطط المراد إضافة سلسلة بيانات إضافية له واختيار قائمة تصميم الموجودة ضمن قائمة أدوات المخطط والنقر على أيقونة تحديد البيانات ومن مربى حوار تحديد مصدر البيانات يعرض جزء إدخالات وسيلة الإيضاح السلاسل التي يتضمنها هذا المخطط حيث يمكن ملاحظة وجود سلسلة واحدة وهي درجات الاختبار رقم واحد والإضافة سلسلة جديدة يتم النقر فوق زر إضافة فيظهر مربى حوار تحرير سلسلة ثم يتم إدخال بيانات السلسلة الجديدة حيث أن الاسم اختبار رقم 2 والقيام هي درجات الطلاب في الاختبار رقم 2 ويتم تحديدها ضمن ورقة العمل ثم النقر على زر موافق يمكن الملاحظة أن الرسم البياني أصبح يعرض درجات الطلاب لكل الاختبارين بشكل متجاور